السلام عليكم أحبائي عنوان درسنا لهذا اليوم والفاعل ضاهر وضمير تثبيت صفحة 91 من نص القراءة المنير في اللغة العربية لكن قبلها لا تنسوا الاشتراك معنا في القناة ليصلكم كل جديد إذن كما قلت عنوان الدرس لهذا اليوم هو الفاعل ضاهر وضمير تثبيت السؤال يقول يجعل كل اسم من الأسماء الآتية فاعلا السباح الفارس الكشاف السباح غرق السباح في النهر الفارس يركب الفارس جواده الكشاف يحلم الكشاف بزيارة المدن العتيقة سؤال تاني يقول أملأ كل فراغ بفاعل مناسب في الجمل الآتية زرت الملاعب الملاعب الرياضية كثيرا الثاء هنا ضمير متصل في محل رفع الفاعل زر الثاء ضمير متصل في محل رفع الفاعل حضر العداؤون كي يجروا سباقا إذن العداؤون هنا هو الفاعل وهو اسم ظاهر الرسامان الرسامان يبدعان في رسم اللوحات هنا الجملة ابتدأت بالاسم إذن هذه جملة اسمية الرسامان جملة اسمية تتضمن مبتدأ والخبر جملة فعلي سؤال ثالث يقول آتي بثلاث جمل الفاعل ظاهر في الأولى ودمير مستتر في الثانية ودمير متصل في الثالثة الجواب الفاعل ظاهر في الأولى شرح الأستاذ الدرسة هنا الأستاذ اسم ظاهر نقول أن الفاعل هنا مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره وعيد نقول أن الفاعل هنا مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره الجملة الثانية الفاعل ظمير مستتر الفاعل ظمير مستتر عد التفاحة من الذي عد التفاحة هنا لا نعرف إذن هنا نقول أن الفاعل ظمير مستتر تقديره هو الفاعل هنا ضمير مستتر تقديره هو جملة الثالثة يكون فيها الفاعل ضميرا متصلا مثل ركبت الدراجة ركبت الدراجة الثالثة هنا ضمير متصل في محل رفع الفاعل